المباراة هي ديرها طاقم تحكيم من فنزويلا موجدبش عليكو يعني محبش هانا الحكام بتاع بيك هاللاتينية بقى لقى منهم يعني بقى لقى منهم اوش بس ان شاء الله يعني دي بطولة عالمية ده كاس عالم والفيفا هو اللي يعين ويراكب فان شاء الله يبقى طاقم تحكيم موفق في هزي المواجه فنزويلا كان سأل جدا طاقم تحكيم اوروبي يدير مباراة هيديات خاصة من المباراة ديربي ديربي عربي يعني فانت محتاج حكم اوروبي كبير جدا يعني طبعا اقول لك شوية معلومات عن طاقم تحكيم هزي المواجه يلا بنا خيسوس فانزويلا الحكم موليد 24 نوفمبر 1983 عند 40 سنة خدل شارة دولية 2013 ادار خلال مسيرته 68 مباراة اشهر 1300 بطاقة صفراء و42 بطاقة حمراء بشكل مباشر 48 بطاقة حمراء نتيجة عن بطاقتين صفرواتين واحتسبت 70 ركلة جزاء اضاء العديد من النهائيات وكان اول نهاية اضاره في بطولة كأس البرتادوريس تحت 20 عام كما اضار نهايين في بطولة كوبا سودا امريكان في 2020 و2023 في كوبا امريكا 2021 اضاء الحكم مباراة نصف النهائي بين الارجنطين وكولومبيا والتي تشهدت فوز الارجنطين برقالات الترجيح بنتيجة 3-2 وهي البطولة احصادات تانجو في النهاية بعد الفوز على برازيل في النهاية بهدف دون رد مش عارف ليه هو شكله يعني السبي حكم محترم يعني حكم محترم بالتأكيد ان شاء الله يبطاكم تحكيم موفق للأهل والتحاد جد عايزين المباراة تمشي بشكل رائع جد تمشي بشكل محترم تمشي بشكل يليك باسمين كبيرين في الوطن العربي النادي الأهل ونادي التحاد جد ان شاء الله بإذن الله تبقوا مباراة كبيرة موسيقى